بسم الله الرحمن الرحيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبيهم في لولين وما ياتيهم من نبيهم إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض بهادا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بهدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستهوا على ظهوره لتستهوا على ظهوره ثم تذكروا نحمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقررين وإنا إلى ربنا لنقلبون وجعلوا له من عبادي جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبئين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ضل وجوه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحنية وهو في الخصاب غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا أو شهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون أماتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قل ولو جئتكم بأهدا مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقرنا منهم فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قصمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وصورا عليها يتكيون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن مقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبيس القرين ولن ينفعوا اليوم إذ ظلمتوا أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإنا نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون ومنئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية لله هي أكبر من اختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يَا أَيُّهَا السَّافِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ فلما كشفنا عنه العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليسني ملك مصر وهذه لنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أمن خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا أُرْقِي عَنَيْهِ أَسَاوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ أَوْجَاءً عَمُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما أنسفون انتقمنا منهم فأغرقناه أجمعين فاجعلناهم سنفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أهاليتنا خير نمهوا ما ضربونك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبدنا نعنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا لصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم نذير هل ينظرون إلا الساعة أن تاتيهم بغتة وهم لا يشعرون ألخل الله يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ندخلوا الجنة أنتم وأسواجكم تخبرون يطاف عليهم بصحاف من ذاب وأكواب وفيها ما تشتهيه لأنفس وتنذ لعن وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكئة كثيرة منها تاكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبنسون وما ظلمناهم ولكن كانوهم الظالمين ونادوا يا مانف ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أمبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فضرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومه الذي يوعدون وهو الذي في السماء له وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذين هو ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولن الله فأنا يوفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون ترجمة نانسي قنقر